السلام عليكم مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتو الأخضر معكم هيندي لكنتو أول مرة غادي نزور القناة فما تستشاركوا معنا فيها وتفعلوا الجرسي تيكون بجانب اسم القناة هكا باش يوصلكم آخر الفيديوهات وكذلك تشاركوا معنا في صفحتنا على الفيسبوك وكذلك على الإنستغرام مرحبا بكم جميعا والوصفات اليوم هي عبارة عن حساءات بالخضر مختلفة وكذلك تشوفوا معي واحد طريقة اقتصادية وسهلة لتحضير مرق الخضر هكا ما نبقى شو نستعملوا هدوك اللي كوب اللي تنستعملهم باش نطيبوا ليسوب اللي ما تيكونوش صحيا غالبا فبقوا معي حتى الأخير بشوفوا الطرق ديال الحساءات وكذلك المرق ديال الخضر نبداو بليسوب هما الأولين ونبداو على بركة الله بأول سوب نبداو بلسوب ديال القرعاء الخضراء وكذلك مدورة بالشوفان ستشوفوا معي الطريقة دياله سهلة بالنسبة لهذا السبب انا ساعمل فقط المرق ديال لي كوب لانه كنت ما زال ما صاوبتش المرق ديال لي ديال الطار فس عملت غير هاد المرق ديال لي كوب دونك هدو هما المقادير حب ديال القرعاء خضراء تقريبا واحد يائما بتاتا واحدة كبيرة او لا واحد اربعة ديال بطيتات صغار او واحد البرونشو ديال الكرافز بصلة واحدة مشلدة وزيت الزيتون وكذلك المرق كما قلت لكم ديال الخضر والشوفان تقريبا واحد خمسين جرام ديال الشوفان باش غادي ندوروا هاد هاد الاسوب دونك تتوضعوا كل شي في ايناء اللي غادي نطيبوا فيه وتتحطوا على النار يتشحر مع هادك زويتابل ديال ما تنسوش الملح والفلفل اسود دونك ما تكترووش الملح لاناو هنا مستعملين ليكيب وتيكونو شي شوية مالحين كنخليهم يتشحروا مزيان بعد غادي ندفو عليهم الماراق وغنسدوا على هاد هاد الاسوب ديالنا واحد عشرين دقيقة وتتطيب لينا ضغية تيطيبوا بطيتة صغيرة ضغية كيدخلها الطياب وكذلك الكرع الخضراء كنعرفوها ضغية تطيب دونك عشرين دقيقة وكن ناخدوها وتنبدأو نتحنو في فلاسوب ديالنا من بعد غادي ندوروها بالشوفان دونك الشوفان تنضيفو حتى كننطحنوها بالميكسر دونك تنطحنو لاسوب هي اللي ولا بالميكسر وعاد نضيفو الشوفان دونك انت بغيت الشوفان بقا تأخير لانه حسوه في الاخير ندوق مدق شوفان داك شاش خليته في الاخير ممكن زيدوه واتطحنوه معها سوب اذا بغيته دونك تنضيفو هذا 50 جرام ديال الخضراء ترجحها على النار حتى نحس بأن تختر لي شوية لأسوب وكنتفعله وكنتقدمها وهي ساخنة نزينها بشوية زيزة البلدية وشوية الفلفل حار من الفوق وشوية الجبني اللي بغيتو وكاد جيل ديدة بزاف هاد لأسوب ديال القرعاء مدورة بشوفان دونكم ديسبالا سوب تانية هي ديال الجزر وكادلك هاد لي شو ديال بغيكسل اللي ممكن تعودوه بليشو عادي الى عندكم وكادلك مصوبة بالكرافس وزيت البلدية وحبة البصل والمرق كادلك طريقة كيم مشتوا معي بحال طريقة اللولة تتحروف الأول هاد المقادر كلها او هاد المكونات مع زيت البلدية وشوية الملح والفلفل أسود تنخليهم يتشحرو نشوفو ديك البصلة دابت ونبعد تنظيفو المرق ونسدو عليهم ونخليهم يطيبو تقريبا عشرين حتى الخمسة و عشرين دقيقة كنعرفو خيزو كياخد لنا الوقت شوية كتر ماشي بحال القرعاء والبطاطا فنعطوه الوقت ديالو على ايين ما تخافوش من اللي يسوب وخي يزاد يعني وخي يفوت القياس ديال قياب ديالهم يعني حتى المنافع ديالهم كاتمشي في الماء اللي غادي تحن معاها يعني تحاجة ما غدا تضيع لكم فلا سوب هي كتبقى أحسن وبزاف من الخدرة مبخرة أو الخدرة مسلوقة حيث الخدرة مبخرة أو الخدرة مسلوقة كيهبضك المنافع ديالهم في الماء وما كنستفدوش من المال اللي تيمشي وتيضيع دونك هادو هما ليسوب ديالنا دا بغا تشوفوا معايا طريقة الاقتصادية باش غادي نصوبو الماراق ديال الخدر كيما كتشوفوا معايا هما القشور ديال الخدرة هما باش غادي نصوبو هاد الماراق ديالنا دونك يعني هادي شي حاجة عادية كيما كنصوبو ماراق الدجاج وماراق السمك فاتا هما تناخدو غير قشور ديال السمك أو غير عظيمة ديال الدجاج باش نصوبو الماراق ديالهم تستخدم فقط القشور الخضراء لكي تصبحوا المرق الخضر لكي تصبحوا مرق الخضراء تصبحوا مرق الخضراء تصبحوا مرق الخضراء فممكن تحضرها في هذه الساعة لكي تتخذوا القشور الخضراء كاملين تحجم ترميها قشور البصلة قشور التومة قشور الجزر كل شيء تحجم ترمى وتضعها في الإناء وتزيد عليها الماء غير الماء تحاولوا تكتروا لأنها تجعلوا الخضراء القشور يطيبوا مزيان هذه الماء تتخذه إذا أخذتكم إذا أفضل قشور سأضر قشور والأخير فإن أن تخذوا صفايا يكون العيون ديالها رقاق وتتبدو تحكو ديك الخضراء على يعني تتسفيو الماء بالطبع غادي نتاخدو تحتفظو بالماء وكذلك القشور حاولو تحكوهم على هاديك سفايا كيما قدت لكم يكونوا العيون ديالها رقاق باش ما تهبط لكمش القشور في هذاك المارق وكتتسمرو هكا حتى تكملو هادوك القشيرات كاملين هكا يعني كتتسدو حتى ما غادي نشترمو والقشور وغا تستفضو حتى من الفيتامينات اللي سيكونوا في القشور ديال الخضراء هادي هي الطريقة باش كتتساوب مرق الخضر كتتستافضو بها فتلاجة لمدة أسبوع يعني فتلاجة يكونوا فقرعة ديال الزاج او لا تسودعو هاد المرق في المجمد على شكل هكا مكعبات اللي تنديرو فيهم او لا تديروهم فقرعات نيسو تديروهم فتلاجة كيبقى على حسب الرغبة ديالكم كيما كتلكم كتكون اقتصادية وصحية لأنكم مكتوش غادي تستعملو هادو كليكوب لتيكونوا فيهم مواد كيميائية كاتمنى هاتلسة ديال الوصفات يكونوا عجبوكم غادي نشوفوني غا نستعمل هاد المرق ان شاء الله في الفيديو في الفيديو الماجي ان شاء الله ما تنسوش تديرو لايكوب اختجي الفيديو وتشتركوا معنا في القناة وتخليوا لي تعليق تعليقاتكم دائما كنقراها واحدة واحدة وكيف رحني نجاوبكم دائما شكرا لكم بزاف والسلام عليكم